بدون شك سيكون هناك علاقة دعفية أكثر مما كانت عليه في الثمان سنين اللي فاتت وحتى قبل كده في وقت حكم جوج بوش وحينئذ سياسة نشر ديمقراطية في المنطقة اللي طبعا الحكومة المنصرية كانت عندها تحفظات عليها ولكن العلاقات مش بتكون مبنية فقط على دفء في العلاقة الشخصية اللي بتواجه مصر عزمات اقتصادية بامتياز أيضا في بعض المشاكل الأمنية وده المطلوب من أمريكا هو دعم